بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة معكم مستر محمد بدر النهاردة في حلقة مخصصة لطلاب الصف الثاني الثانوي التجاري في المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وكمان طلبنا في مهنة أو شعبة مساعد فني إداري والنقل الدولي بالتعليم والتدريب المزدوق أبنائي وبناتي في بداية الحلقة عايز أقول لحضراتكم على معلومة لازم كلنا نحطها نصب أعيننا وهو أن احنا في مدارس التعليم الفني بصفة عامة أن هذا التعليم هو أساس التنمية التكنولوجية في الدولة المصرية طب ليه التعليم الفني يعتبر أساس التنمية التكنولوجية لأنه هو بيعتبر قاطرة التنمية لهذه الدولة بسواعد أبنائه من أبناء التعليم الفني لأن التعليم الفني تعليم وصيق الصلة بسوق العمل لأنه بيهدف إلى كساب الخريجين اللي كانوا بيدرسوا في مواد التعليم الفني مهارات فنية وإدارية وبالتي تمكنهم من اجتياز أعمالهم بدقة وإتقان عشان كده تم اختيار الموضوعات اللي هيتم تدرسها داخل المقرارات الدراسية بعناية وكان من ضمن هذه المواد مادة المحاسبة لطلاب الصف الثاني اللي اخترنا بعناية الموضوعات اللي بتكون وصيقة الصلة بالواقع العملي وبالحياة التجارية فاخترنا وكررنا أن أبنائنا في الصف الثاني يدرسوا حاجة اسمها شركات الأشخاص كما ذكرنا في الحلقة الماضية بفضل الله تعالى تعريف شركات الأشخاص وقلنا زي ما أنا سامع أبناء الطلبة والطالبات بيقولوا معايا احنا قلنا الكلام ده الحلقة الماضية يا مستر هنقول مراجعة سريعة عشان نذكركم بكل العناصر اللي أخدناها واللي هنكون بدراستها خلال العام الدراسي الجديد بإذن الله تعالى 2021-2022 وهنعرف أن شركات الأشخاص هي شركات بتقوم على الثقة المتبدلة والاعتبار الشخصي بين الشركاء يعني الاهتمام الأساسي بيكون في شركات الأشخاص بالأشخاص أنفسهم وليس بالأموال وزي ما أنا سامع أحد الطلبة المتميزين اللي بيشاهدنا عبر قناة مصر التعليمية وعبر برنامج في بيتنا مدرسة بيقول يا مستر كمان أن شركات الأشخاص دي عبارة عن ثلاث أنواع النوع الأول من هذه الشركات هو شركات التضام والنوع الثاني هو شركات التوصية البسيطة والنوع الثالث هو شركات المحص تعالوا بينا نشوف من خلال مقرر مادة المحاسبة هيصدر الكتاب بتاعها هيعرض صفحات من خلال سياق صفحاته مجموعة من المعارف ومجموعة من المهارات اللي هيتم إكسبها لحضراتكم عشان نقدر نعرف إيه هي المعالجة المحاسبية في شركات الأشخاص أول نوع يتعرض له الكتاب وبالتحديد في صفحة 146 الكتاب بيتكلم عن تعريف شركة التضامن وبيقول إيه في تعريف شركة التضامن أنا أذكر سويا أن شركة التضامن هي شركة عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر هي عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر على المشاركة في مشروع مالي كل شخص بيدفع حصة في رأس المال على أن يقسم نتيجة هذا المشروع من ربح أو خسار وهنعرف كمان من خلال دراستنا أن شركات التضامن دي شركات جميع التجار جميع الشركاء المشاركين فيها بيسموا أشخاص تجار ويكتسبوا صفة التاجر لأنهم بيتخذوا من الأعمال التجارية حرفة معتادة لهم كمان هنعرف أن الشركاء في شركة التضامن بيكونوا مسؤولين مسؤولية تضامنية فيما بينهم ومسؤولون مسؤولية مطلقة تجاه ديون المنشأة بمعنى أن تمتد المسؤولية إلى الممتلكات الخاصة في حالة الديون التي تتكبدها المنشأة هنعرف بعد كده من خلال مقررنا النوع الثاني من أنواع شركات الأشخاص وهنعرف أن المشرع المصري والقانون المصري وبالتحديد في مواد القانون التجاري التي لم تحرم الموظفين في الحكومة كالأطباء والمحامين والمدرسين وما غيرهم من الأشخاص الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة أن هم يزولوا الأعمال التجارية بس المشرع لما قال أن الموظفين دول يقدروا يزولوا الأعمال التجارية هم مش هيزولوا الأعمال التجارية باسمهم ولكن هيزولوا الأعمال التجارية عن طريق دخولهم في نوع من هذه الشركات اللي بيسمى شركات التوصية البسيطة وهنعرف من خلال دراستنا أن شركات التوصية البسيطة عبارة عن اتفاق بين شخصين فأكثر برضو على المشاركة في رأس المال واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من ربح أو خسارة بس هنلاقي ان في مجموعة من الفروء الجوهرية اللي بتظهر بين شركات التضامن وشركات التوصية ودي هنقدر نعرفها من خلال عمل مقارنة بسيطة بين كل من الشريك المتضامن والشريك الموسي هنعرف ان الشريك المتضامن زي ما سبق وذكرنا منذ لحظات بيكتسب صفة صفة التاجر بينما الشريك الموسي فهو موظف ولا يكتسب صفات التاجر هنعرف ان الشريك المتضامن يذكر اسمه في عنوان الشركة كأن اقول شركة فلان وشركاء ألف وشركاء باء وشركاء بينما الشريك الموسي فلا يجوز ان تذكر اسمه في عنوان الشركة طب ليه حبيبي عشان خاطر عارفين ان ده شريك موظف وما ينفعش ان يزاول الاعمال التجارية باسمه طيب الشريك المتضامن مسئول عن ديون الشركة مسئولية مطلقة بمعنى انها تمتد الى ممتلكاته الخاصة بينما الشريك الموسي هيكون مسئول عن ديون الشركة بمقدار الحصة التي قدمها في رأس الماء هنعرف كمان ان الشريك المتضامن هيكون من حقه ان يكون بإدارة الشركة وحضور أجالس الجامعية العمومية والاطلاع على الدفاتر بينما الشريك الموسي ليس له حق الإدارة ليه؟ لانه هو موظف وغير متفرغ للاعمال التجارية كمان من حقه انه هيطلع على الدفاتر ولكن مش من حقه انه يحضر اجتماعات الجامعية العمومية هنعرف كمان من خلال كتاب مدرستنا اننا عندي نوع ثالث من انواع الشركات وهذه الشركات شركات ليس لها رأس مال شركات ليس لها مقر شركات ليس لها عنوان هذه الشركات بتسمى بصفة عامة شركات مستترة او الشركات المستترة دي بيطلق عليها لفظ من انواع الشركات التجارية اللي هي شركة من شركات الاشخاص هنعرف ان اسمها شركات المحصة شركة المحصة شركة شركة مستترة ليس لها رأس مال بتتكون في ظروف استثنائية هفترض مثلا أن أنا عندي ثلاثة منكم بنخريجي مدارس التعليم لأدرسة السنوية التجارية خلصوا السنوية التجارية وبعد الثلاث سنوات قرروا أن هم يشتغلوا رياديين أعمال وكل واحد فيهم يشق طريقه في الحياة العملية ويبدأ يعمل مشروع معين فبدأوا اتفقوا الثلاثة في محافظة من المحافظات وجم في موسم زي موسم مثلا حصاد القطن وقالوا أن احنا هنروح لكل المزارعين في كافة المحافظات المجورة ونبدأ نلم منهم محصول القطن فبمجرد أن هم اتفقوا وبدأوا ينتشروا في المحافظات ويلموا محصول القطن فبمجرد أن هم لموا المحصول وبعد ما انتهى موسم حصاد القطن وتم بيع القطن للشركات الأخرى فبتنتهي هذه الشركة عشان كده قلنا أنها شركة مستترة شركة ليس لها وجود على الواقع المادي أو الواقع الملموس بعد ما تعرضنا لأنواع الشركات هنلاقي أن كتاب المدرسة بيوالي اهتمام كبير جدا لجزئية المعالجة المحاسبية لشركات التضامن زي ما احنا هنشوف هنشوف إزاي بنعمل تكوين تكوين رأس مال شركات الأشخاص هنعرف مع بعض أن في حالة تكوين شركات الأشخاص أن شركات الأشخاص دي هنلاقيها موجودة في الباب الرابع ومن خلالها هنعرف أن بمجرد اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالشركة زي عقد كتابة العقد وتوثيقه وإشهاره بالشهر العقالي فيلزم أن كل شريك هيكون معانا في الشركة لازم يقدم حصة في رأس المال زي ما انتم عارفين لأن كل نشاط بيحتاج إلى أموال عشان من خلالها أبدأ مشروعي ويتناول كتاب الوزار بشيء من التفصيل جزئية إزاي نكون رأس مال شركات الأشخاص فهيلاقي أننا عندي تلت طرق مختلفة لسداد حصة الشريك في شركات الأشخاص أو شركات التضامن بصفة خاصة هنلاقي أن أول نوع من أنواع الشركاء قيام أحد الشركاء بسداد حصته في رأس المال نأدا سواء كانت عن طريق الخزينة أو عن طريق البنك بقيامه بفتح حساب جاري في البنك أو قيام أحد الشركاء بسداد حصته في رأس المال في صورة أصول أو مجموعة من الأصول غير النجدية زي إيه؟ زي عقار زي آلات زي أساس زي مباني اللي هي مجموعة أصول غير نقدية أو الحالة التالتة وهو قيام أحد الأشخاص عنده منشأة فردية فهيبدأ يحل المنشأة دي هيعمل ميزانية عمومية فيها مجموعة من الأصول ومجموعة من الخصوم وهنقبل هذه الأصول والخصوم معنا في الشركة كتاب الوزارة في هذه الجزئية بيتناول بشيء من التفصيل إزاي بيتم سداد طرق سداد رأس المال فهنفترض أن أنا عندي ثلاث شركاء الشريك الأولاني اسمه الشريك ألف والشريك الثاني اسمه الشريك بيه والشريك الثالث اسمه الشريك جيه اتفعوا على أن هم هيكونوا شركة فيما بينهم برأس مال قدره تسعين ألف جنيه رأس المال هيتقسم بين الثلاث شركاء بحسب تمارين اللي هيتعرض لها كتاب الوزارة هيستخدم أكتر من اسلوب في قسمة رأس المال على الشركاء في بعض التمارين هنلاقي أن الكاتب أو المواضع المنهج بيقول أن من ضمن التمارين اللي من خلالها هيتم قسمة رأس المال على الشركاء بالتساوي وفي هذه الحالة عشان أقدر أحصل على رأس مال لكل شريك فهفترض أننا عندي الشريك ألف وهو قال لي بالتساوي فهيبقى رأس مال ألف ورأس مال بيه ورأس مال جين هيكون بالتساوي فهأسم رأس المال كله على عدد الشركاء فرأس المال كان عندي تسعين ألف جنيه وعدد الشركاء كان تلاتة يبقى هو قول تسعين ألف على التلاتة إذن هتكون الحصص متسوية في رأس المال للشريك ألف 30 ألف وللشريك باء 30 ألف وللشريك جيم 30 ألف طيب تعالوا بينا نشوف من خلال تمرين الكتاب اللي هتعرض لي إزاي أحل التلات حالات اللي احنا قلنا عليهم قيام أحد الشركاء بتجديم نقدن فاعتبر إن الشريك الأول اللي قدم حصته نقدن هو الشريك ألف والشريك ألف اللي هيقدم حصته نقدن هنلاقي إزاي نسبة المعالجة المحاسبية لتجديم حصته هنلاقي يجعل في أي طريقة من الطرق التي يستخدمها الشريك لسداد حصته في رأس المال تجعل الطريقة التي استخدمت في السداد مدينة ويجعل رأس المال دائن زي ما أنتم متعودين من سنة أولى وعارفين معنا من سنة أولى إن دايما رأس المال حساب شخصي عاطي وبالتالي بيكون دائن عند زيادته فأنا هنا هكوّن شركة فهيقول الشريك الأولاني الشريك ألف أقدم حصته في رأس المال نقدن وبالتالي هيكون القيد المحاسبي أو المعالجة المحاسبية له من حساب الخزينة إلى حساب رأس مال الشريك ألف نلاحظ إنه لازم أن يذكر مش كلمة رأس مال فقط كما كانت تذكر في الصف الأول لا إحنا لازم نسميه ونقول رأس مال الشريك ألف طيب لو افترضنا إن الشريك به هيقدم لي عقار وهيقدم لي آلات والباقي حساب جاري في البنك يبقى أنا وفقاً لنظرية القيد المزدوج اللي بتقول إن كل عملية لازم يكون لها إيه برافو عليكم لازم يكون لها طرفين طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة وكمان خدنا أنواع القيود المحاسبية وعرفنا إن أنا عندي نوع مهم من أنواع القيود المحاسبية حاجة اسمها القيد البسيط والقيد البسيط اللي أنا لست أيله من شوية اللي هو طرف مدين حساب الخزينة والطرف الدائن حساب رأس المال إذن بيتضمن في الطرف المدين على حساب واحد فقط وفي الطرف الدائن على حساب واحد فقط أما القيد المركب هو القيد الذي يتضمن على أكثر من حساب في الطرف المدين أو أكثر من حساب في الطرف الدائن أو في كلاه هما وبالتالي لما هنروح نشوف الشريك الثاني اللي قدم لي سيارات وأساس هلاقي حضرتكم بتقولوا على طول من مذكورين حساب الأعقار وحساب الأساس ومعاهم الحساب الجاري هنسميه بنك يبقى من مذكورين عقار وآلات وبنك إلى حساب رأس مال الشريك به وده بالتلاتين ألف اللي هما حصته في رأس المال طيب بنروح للشريك الثالث اللي هو الشريك الجيم واللي هنفترض أنه عنده منشأة فردية كان عنده مشروع هذا المشروع ملكه هو لما عرف أن أصدقائه اللي بيصد فيهم واللي اتخرج معهم من المدرسة التجارية هيأسسوا شركة قال خلاص أنا روح أقول لهم أنا هدخل معاكم الشركة دي بس بعد ما صفي مشروعه فيروح يعمل قيمة أو قيمة اسمها قيمة المركز المالي أو يعد حاجة اسمها الميزانية بمجموعة أصوله ومجموعة التزاماته واللي من خلالها هيدخل معانا بيها في شركة التضام طيب هيتم قبول هذه الأصول ممكن بتأديرها وممكن بدون أعادة تأديرها الكتاب بتاعنا بيعالج الحالة التانية وهو قبول أصول وخصوم هذا الشريك بدون أعادة تأدير لأن جزئية أعادة التأدير هنتعرض لها في جزئيات أخرى في المنهد بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة عشان كده هنعرف أن لما نيجي نعمل القيد الخاص أو المعالجة المحاسبية للشريك التالت اللي هو الشريك جيم اللي مقدم لي أصول وخصوم هيبع للأصول كلها طرف مدين فهقول من مذكورين واروح منزل كل الأصول بتاعتي عقار آلات أساس سيارات خزينة بنك سواء كانت أصول نقدية أو أصول غير نقدية فالطرف الأيمن على إيد اليمين اللي هو الطرف المدين ثم هقول إلى مذكورين هحط رأس المال في السطر الأول ويفضل أن يوضع رأس المال وناخد علي دايرة بالمبلغ الجديد اللي هو مطلوب يخش بالشرك اللي هو كان نصيب الشريك جيم كام برافو عليكم الناس المتابعين صحصحين معايا 30 ألف جنيه وهنحط الدائنون وأوراق الدفع أو ما يأتي من التزامات هنلاقي أن طرف القيد المدين لازم أن يساوي الطرف الدائن طب لو افترضنا أننا عند الطرف المدين غير الطرف الدائن هنا هنلاقي الكتاب بيعالج 3 حالات في هذه الجزئية وهي الحالة الأولى أن الشريك الجيم هيدفع الفرق بين صافي حصته ورأس المال عن طريق الخزينة وبالتالي هروح لو كان هو عليه فلوس للشركة بعد الأصول اللي قدمها بعد ما وصلت لصافي الأصول بتاعته اللي هي عبارة عن مبلغ رأس المال الأديم أقرنه مع رأس المال الجديد فلو كان رأس المال الأديم أصغر من رأس المال الجديد في هذه الحالة هضيف حاجة اسمها احتياطي تدخم أصول أما إذا كان الجانب المدين أكبر من الجانب الدائن اللي هو فيه رأس المال فهنا هيظهر حاجة اسمها شهرة المحل يبقى أنا عندي معالجة محاسبية شهرة محل في حالة إذا كان الجانب المدين أكبر من الجانب الدائن دي باختصار شديد جدا أما إذا كان الجانب الدائن أكبر من الجانب المدين فهيظهر حاجة اسمها الجانب المدين هو اللي أكبر من الدائن هنقول احتياطي في الجانب الدائن أما إذا كان الجانب الدائن هو اللي أكبر من الجانب المدين هنكمل الطرف المدين بما يسمى بشهرة المحل هنلاقي أن التاب المدرسة بيتعرض لمجموعة من التدريبات الكثيرة والتي تتدرج من البساطة إلى المركب ومن الجزء إلى الكل عشان يتناول جزئية تكوين رأس المال اللي احنا قلناها بين الشرقاء الثلاثة ألف وبهو جيم وهنلاقي ان معظم هذه التمارين بيغير نسب توزيع رأس المال ففي بعض الاحيان هنلاقيه بيتكلم على ان رأس المال بيتم تقسيمه على الشرقاء بنسبة وليكن نسبة عفواً اثنين لثلاثة لخمسة معناها ان الشريك ألف هكون نسبته في رأس المال اثنين والشريك باق هكون نسبته في رأس المال ثلاثة والشريك جيم هكون حصته في رأس المال خمسة لازم الأول عشان أقدر وصل لرأس مال التلات شركاء ألف وباء وجين لازم أجمع الأول نسبة الأولان اللي هي تنين ونسبة التاني اللي هي تلاتة ونسبة التالت اللي هي خمسة هلاقي مجموعهم بيساوي عشرة فلما أجيب رأس مال الشريك الأول اللي هو ألف هقول بيساوي رأس المال كله اللي هو التسعين ألف في نسبته اللي هي تنين على مجموع النسب اللي هي عشرة أما بالنسبة للشريك به هروح على رأس المال كله اللي هو التسعين ألف واضربه في نسبته اللي هي 3 على مجموعة النسب اللي هي 10 أما الشريك الثالث اللي هو جين فهروح على رأس المال كله اللي هو 90 ألف وهضربه في الجزء على مجموعة الأجزاء أو في النسبة على مجموعة النسب يبقى في 5 على 10 وهنشوف أن مجموعة التمرين اللي بيعرضها كتاب الوزارة سواء كانت هذه التمرين تمارين محلولة أو تمارين استرشادية عشان حضرتك تسترشد بيها في حل التمرين وفي طريقة المعالجة المحاسبية لتكوين رأس المال أو إذا كانت هذه التمرين بتحل بين الطالب والمعلم من خلال المشاركة داخل الحصة الدراسية أو مجموعة من التمرين اللي هتيجي في نهاية المقرر ومجموعة التمرين دي هي إلا حضرتك هتحلها وعلى المعلم أنه يكون بتصعيح وفي كل حالة من حالات التمرين دي هنلاقي أن كل تمرين بيطلب منه مطلوبين المطلوب الأول هو إثبات سداد الشريك لحصته وإعداد الميزانية الإفتتاحية بعد تكوين الشريك كمان هنشوف في الكتاب مجموعة أخرى من الموضوعات فكتاب الوزارة اللي بيهتم بمقرر مادة المحاسبة للصف الثاني السنوي في نظام الثلاث سنوات وفي نظام الخمس سنوات وكمان في مدارس التدريب والتعليم المزدوج هيتنقل بينا لموضوع مهم جدا وهذا الموضوع هنلاقيه موجود في الفصل الدراسي الثاني اللي هو موضوع اسمه الحسابات الشخصية للشركاء هنلاقي أن تحت مسمى الحسابات الشخصية للشركاء بيظهر عندي أو هعايز أقول لحضراتكم أن شيء طبيعي بمجرد تكوين شركة التضامن وهتبدأ الشركة تزاول نشاطها وتمارسه وتمارس نشاطها الطبيعي هتنشأ مجموعة من العلاقات أو مجموعة من المعاملات المالية اللي هتنشأ بين الشركة باعتبارها ذات شخصية معنوية أو ذات شخصية اعتبارية مستقلة وبين الشركاء اللي هم أشخاص طبيعيين هذه المعاملات هيترتب عليها وجود أو نشأة مجموعة من الالتزامات على الشركة ولها مجموعة من الحقوق وكذلك على الشركاء مجموعة من الالتزامات وهيكون لهم مجموعة من الحقوق سؤال جميل من طالب ممتاز هنشوف المنهج سؤال جميل من طالب ممتاز يقول لي يا مستر طب هذه الحسابات المعاملات المالية هل هي هتؤثر على العلاقة أو هتؤثر على رأس المال هنعرف أن من خلال استعرضنا لمحتوى المنهج أن رأس المال عشان يتم تعديله لازم يتم تعديل رأس المال عن طريق تعديل بنوض عقد الشركة ولكن من خلال إعدادنا أو من خلال إعرضنا لمحتوى المنهج هنلاقي أن من خلال صفحاته هيتم فتح حسابين جديدين يتم التعامل بهم وهم خاصين بحسابات الشركة هنلاقي أن أول حساب عندي من هذه الحسابات حساب يسمى حساب توزيع الأرباح والخسائر والحساب الثاني اسمه حساب جاري الشركاء زي ما احنا شايفين على الشاشة الحسابات الشخصية للشركاء توزيع الأرباح والخسائر وحساب جاري الشركاء وهنعرف أن حساب توزيع الأرباح والخسائر لا يمكن أن يتم إعداده إلا بعد الوصول إلى نتيجة الأعمال الخاصة بالمنشأة وعرفنا أن نتيجة الأعمال دي هي ممكن تكون صافي ربح وممكن تكون صافي خسارة فهعرف أننا لو كانت صافي ربح أو صافي خسارة تيجي إمتى؟ تيجي بعد إعداد قائمة الدخل أو بعد إعداد حساب أرباح وخسائر ووفقا لمبدأ المقابلة اللي احنا قلنا مقابلة الإيرادات بالمصروفات وقلنا ووفقا لمبدأ مقابلة الإيرادات والمصروفات لو كانت إيراداتي في الشركة اللي أنا بشتغل فيها أو الشركة اللي أنا كونتها وأسستها بتاعي أنا وزملائي الإيراداتي أكبر من مصروفاتي وده المفروض هو اللي يبقى الطبيعي ويبقى إذن أنا هيبقى عندي صافي ربح أما لو كانت صافي مصروفاتي أكبر من إيراداتي فهنا الشركة بتتعرض لنوع من الخسائر وبالتالي قدر توصل لصاف الربح أو صاف الخسارة قبل إعداد ما يسمى بحساب توزيع الأرباح والخسائر هنعرف أن حساب توزيع الأرباح والخسائر وحساب جاري الشركاء الخاص بالشركة حساب توزيع خاص بالشركة وحساب جاري خاص بالشركاء هيتضمن مجموعة التزامات هتظهر في الطرف المدين اللي هي ما على الشريك ومجموعة أخرى من الحقوق التي ستظهر في الطرف الدائن وإحنا بنقول ما للشريك فهنلاقي ان لو كان التمرين بتاعي بيتضمن على صافي خسارة جات من قيمة الدخل او من حساب ارباح وخسير هيتم وضع هذه الخسارة وتظهر في حساب التوزيع في الجانب المدين لان الجانب المدين بيظهر في المصاريف والخسار اما لو كان صافي ربح خرج من نتيجة المشروع بتاعي فهيبدأ نحط صافي الربح فيه الطرف الدائن لحساب التوزيع لان قلنا الارباح والارادات دائنة كمان هنروح من خلال منهجنا ومن خلال التمرين العملية اللي موجودة في كتاب الوزارة وهنعرف اننا ايه هي مجموعة الحقوق ومجموعة الالتزامات اللي هتترتب على المعاملات المالية التي تنشأ بين الشريك والشرك هنلاقي ان اول حاجة بتتعلق بها الشركاء ان الشريك ده ممكن يبقى عليه مبلغ للشركة وده بنسميه ارصدة حسابات جارية مدينة ارصدة الحسابات الجارية المدينة سواء كانت للشريك الاول او للشريك التاني او للشريك التالت ده هتظهر في حساب جاري الشرقاء جانب منه وجدير بالذكر ان انا اقول لحضراتكم ان احنا لما بنيجي نسطر حساب التوزيع بيتسطر زيه زي حساب الاستاذ على شكل حرف ت وكذلك حساب جاري الشرقاء احنا هنسطره على شكل حرف ت بس في الجانب الايمن هيكون في عدد خانات بعدد الشرقاء يعني لو عندي عدد ثلاث شرقاء يبقى انا عندي ثلاث خانات وليكن الشريك الف وبه وجيم وخانة للبيان واروح على الجانب الدائن اعمل نفس الثلاث خانات نسخة كربونة الف وبه وجيم وبيان في الجانب المدين هيبدأ يظهر عندي ارصدة الحسابات الجارية المدينة للشريك فقط اللي له حساب جاري مدين يعني نفترض ان الشريك الف ملوش حساب جاري مدين خلاص انا احط الجاري المدينة عند الشريك بي وعند الشريك جي الشركة بما انها سلفت الشرقاء او اعطبتم ارصدة حسابات جارية مدينة فهي هتقوم بحساب فايدة عليهم وبالتالي هيحسب فايدة على الشريك وتسمى فايدة الحساب الجاري الدائن فايدة الحساب الجاري الدائن بتظهر في حساب جاري الشرقاء في الجانب المدين زي ما هنشوف في الحلقات القادمة وهنخصص لها حلقات مستقلة بذاتها عشان يكون عندنا استيعاب كامل لها باذن الله تعالى عشان لما تيجي في الامتحان نقدر باذن الله تعالى نستوعبها ونحلها ونعرف ان مادة المحاسبة مادة تأفيل نقدر نقفل ونجيب الفول ماركة خمسين من خمسين باذن الله تعالى طيب ايه كمان من ضمن الالتزامات اللي بتكون على الشريك زي ما هنعرف من خلال سياق صفحات كتاب الوزارة لنسخة عشرين اتنين وعشرين اللي هنستلموها في داية الفصل الدراسي الجديد باذن الله تعالى هنعرف ان حاجة اسمها المسحوبات وزي ما انا اول ما قلت لفظ مسحوبات سمعت ابناء الطلبة والطالبات بيقول يا مستر هي المسحوبات دي اللي احنا اخدناها في الترم الاول او الفصل الدراسي الاول في سنة اولى اقولهم برفو عليكم تبتعالوا نسترجع مع بعض كده كلمة مسحوبات ونعرف يعني ايه مسحوبات عشان نذكركم بيها فهلا ان حضراتكم كلكم بتقولوا معايا في صوت واحد بتقولوا ايه بتقولوا ان المسحوبات هو كل ما يستخدمه صاحب المنشأة لنفسه او لزوجته او لأولاده او لأهله او لأقاربه والهدايا كذلك لو كانت منشأة فردية هيبقى نفس الحال لو كانت شركة من شركات الاشخاص والشريكة عندي هيسحب اي بضاعة او هيسحب اي استخدام الشركة بتاعتي بتتادر في سلعة معينة ولتكن التليفونات ابن حضرتك اللي انت شريك في الشركة طلب منك تليفون او اخوك طلب منك تليفون وانت مقاس الشركة هتبخل عليه ولا هتروح تشتري من برا ولا هبخل عليه ولا هشتري من برا انا هسحبه من الشركة بمجرد حصولي عليه من الشركة الشركة هتدونه وتسجله في حساب جار الشرقاء في المديونية اللي علي في الطرف المدين هتسميه مسحوبات والمسحوبات هتكون بحسب الشريك وعيز أقول لحضرتكم أن المسحوبات لا تظهر إطلاقا في حساب توزيع أرباح وخسائر لأن هذه المسحوبات لها علاقة بالشريك وليس لها علاقة بالشرك مسحوبات الشريك هيحسب عليها فايدة هذه الفايدة تعتبر خسارة ليه لأن أنا لما أخد تليفون كيمته ألف جنيه ويتحسب عليها فايدة مية جنيه أنا لما جا سدد هسدد كام؟ هسدد ألف ومئة جنيه لكن فايدة المصحوبات بتعتبر توزيع للأرباح اللي هيظهر في حساب توزيع أرباح وخسائر في الجانب الدائن عند الشريك الأولاني اسمه محمد والشريك التاني اسمه أحمد والشريك التالت اسمه محمود محمد سحب وأحمد سحب محمود ما سحبش فبما إن محمد وأحمد سحبه فهيتحملوا بمصحوبات وكذلك بفايدة مسحوبات هتروح في النحية الدائنة لحساب توزيع الأرباح والخسائر عشان توزع فايدتها على كل الشرقاء طيب كمان حاجة هنعرفها هنعرف إن في الطرف الدائن لحساب جاري الشرقاء هنلاقي إن حساب جاري الشرقاء بيركز على حاجة مهمة قوي اللي هي الجانب الدائن بيقول لي إيه هي فايدة رأس المال وهنعرف إن حساب فايدة رأس المال ده الشركة بيتمنحه للشركاء لعشان تشجعهم إن هم يستثمروا أموالهم داخل الشرك طبيعي وبديهي لما حضرتك بتحط مبلغ من المبالغ داخل البنك فالبنك بيحسب لحضرتك فايدة البنك بيحسب لحضرتك فايدة وبالتالي الشركة بتاعتنا بمجرد إن هي بنوضع رأس المال داخل خزينتها أو داخل البنك الخاص بيها أو استثمرناها في شكل أصول فهتديني فايدة هذه الفايدة تعتبر ربح بالنسبة أو حق من حقوق الشريك لكن بالنسبة للشركة هي هتروح في حساب توزيع الأرباح والخسائر في الجانب المدين أما بالنسبة لجار الشركاء في الجانب الدائم هنلاقي أيضا بيظهر في حساب جار الشركاء في الجانب الدائم حاجة اسمها مرتب الشريك المستحق هلاحظ إن احنا قلنا شركات التضامن بيقوم بإدارتها أحد الشركاء بيكون بإدارتها أحد الشركاء وهم ممكن يكون من الشركاء المتضامنون وما ينفعش يكون من الشركاء الموصون فهذا الشريك يتقادى مرتب المرتب السنوي هيظهر في حساب توزيع أرباح وخسائر أما المرتب المستحق فهيظهر فيه حساب جار الشرقاء في الجانب الدائم تمام لو الشريك ده أقرد الشركة أو أعطاها قرد الشريك إدى الشركة قرد وبالتالي هذا القرد هيحمل به الالتزامات مع الخصوم في الميزانية العمومية ولكن إحنا بيخص جار الشرقاء هو فايدة القرد المستحقة اللي هي بتزيد أو بتقل عن إسان بعد دراستنا الموضوع توزيع أرباح وخسائر وجار الشرقاء هنلاقي إن كتاب الوزارة بيتناول عدد كبير جدا من التمارين اللي بتغطي هذه الجزئية باستفاضة كاملة سواء كانت بنظام الأسئلة المطورة نظام البابل شيت أو الأسئلة التقليدية بس بتوضح خطوات الحل وده هنلاقي موجود في كتاب الوزارة في سياق صفحاته من 209 إلى 214 حضراتكم الشركة مش هتستمر على هذا الوضع لفترة طويلة ولكن كمان بإذن الله تعالى من خلال مقرر مادة المحاسبة هنلاقي إن هنعرف إزاي نقدر نعمل تعديل على رأس المال وهنلاقي إن تعديل رأس المال للشركة ممكن يحصل سواء كان بالزيادة أو أكان بالتخفيض وده هيحتاج مننا إن إحنا نعدل فيه بنوض عقد الشركة طب إزاي لما حضرتك هتعرف إن الشركة بتاعتك اللي أنت أسستها وكونتها بتتوسع في حجم نشاطها أو أعمالها أو محتاجة الأموال إضافية إلى مواجهة المنافسة وحضرتك مش هتديها هذه الفلوس وبالتالي هنلاقي إن حضرتك بطريقة لا إرادية هتبدأ حضرتك تطلع الفلوس اللي موجودة معاك وتبدأ تزود رأس المال للشركة يبدأ إذن هنعرف من خلال الحلقات القادمة اللي حضرتك لازم تتابعونا فيها بإذن الله تعالى ومن خلال كتاب الوزارة هنعرف إن تعديل رأس المال بيتم يئمة بالزيادة يئمة بالتخفيض وهنعرف دلوقتي الحالة الأولى وهي المعالجة المحاسبية لزيادة رأس المال طيب إيه هي طرق الزيادة اللي هنلاقي كتاب الوزارة بيستعرضها معنا أول طريقة من طرق الزيادة حاجة اسمها الزيادة نجدا إن قيام الشريك اللي هيسدد قيمة الزيادة هيدفعها لي نقدا عن طريق الخزينة أو عن طريق البنك أحد الشرقاء اللي موجودين في الشركة يقول لي طيب أنا عندي حسابات جارية دائنة كانت موجودة في الشركة ليه فلوس عند الشركة؟ الحسابات الجارية الدائنة دي إحنا مش ممكن نستخدمها في سبيل تعالية وزيادة رأس المال أقول له كلام جميل يبقى الحالة التانية أو الطريقة التانية من طرق زيادة رأس المال هي أرصدة الحسابات الجارية الدائنة طيب يا مستر ايه تاني هيعرضه لنا الكتاب في طرق زيادة رأس المال هنلاقي ان الكتاب بتاعنا ومن خلال الحلقات القادمة هنعرض معاكو الطريقة التالتة من طرق زيادة رأس المال وهو استخدام الاحتياط العام والارباح المحتجزة مصطلح جديد اسمه الاحتياط العام والارباح المحتجزة وفقا لنظرية الحيطة والحذر اللي احنا قلناها بندرس بيها الاصول المتدولة قلنا ان المنشأة بتضع في اعتبارها انها في المستقبل احتمال تحقق خسائر واحتمال ما تحققش ايه ارباح وبالتالي فلازم تعمل مخصصات واحتياطيات هذه الاحتياطيات مبلغ انا عينه في حصالة بحطات بيه للمستقبل في حالة حدوث اي ضرر يطرق يأثر على المنشأة او في حالة الحاجة زي الحالة اللي احنا شايفينها زيادة رأس المال استخدم الاحتياط العام الاحتياط العام بيستخدم في زيادة رأس المال كذلك الارباح المحتجزة جزء من الارباح ما بنوزعوش على الشركاء من خلال توزيع ارباح وخسائر بنقطع هذا الجزء وبيتعان فيه جنب بنسميه حصالة خاصة بالطوارئ داخل هذه الشركات وبيبقى نستخدمه في حالة الزيادة طريقة اخرى من طرق زيادة رأس المال احد الشركاء مسلف هو اللي مسلف يعني مقرد الشركة بقرد وهيقلق هنقول لي تعالى نستخدم القرد كطريقة من طرق زيادة رأس المال اقول له جميل يبقى القرد طريقة من طرق زيادة رأس المال أحد الشركاء هيقول لي طب نحن ممكن نعيد تأدير الأصول والخصوم ونستخدم أرباح عادة التأدير أقول لحضراتكم كل هذه الطرق الأربعة السالف ذكرها سواء كانت الزيادة هنزود عن طريق الخزينة أو برافو عليكم أو هنزود عن طريق الحسابات الجارية والاحتياط العام والأرباح المرحلة أو عن طريق كارد الشريك أو عن طريق أرباح عادة التأدير في مجملها كلها جميعا بتتكلم في معالجة محاسبية واحدة وهو أننا لما باجي أعمل المعالجة المحاسبية لطرق زيادة رأس المال بنعملها إزاي؟ بنعملها بالضبط زي فكرة تكوين الشركة أننا لما كنا بنكون كنا بنخلي طريقة التكوين أو طريقة الطريقة اللي أنا قدمت بيها حصتي في رأس المال مدينة ويجعل رأس المال دائن هنا تماما نفس الحالة بالضبط ولكن مع اختلاف المسمى الموجود طريقة زيادة رأس المال تجعل الطريقة مدينة ويجعل رأس المال دائن وبالتالي لو أنا الشريك الأول اللي هو الشريك نرجع تاني لنفس التمرين اللي كان معنا الشريك ألف الشريك ألف هيزود رأس ماله فهيدفع مقدار الزيادة نقدا أو عن طريق البنك فأنا لو عن طريق الخزنة هقول من حساب الخزينة إلى حساب رأس مال الشريك ألف أما لو كان هيزود رأس ماله عن طريق فتح حساب جاري في البنك فهقول من حساب البنك إلى حساب رأس مال الشريك ألف طيب لو روحنا للشريك هيستخدم الجاري الدائن لكل الشرقاء في زيادة رأس المال فهقول من حساب جاري الشريك واكتب اسمه لو كان الشريك به اكتب به لو كان الشريك ألف اكتب ألف طيب لو كان ألفه به هقول من مذكورين حساب جاري الشريك ألف وحساب جاري الشريك به ولو معهم الشريك جيم إلى حساب جاري الشريك جيم إلى حساب رأس المال رأس مال ألف ورأس مال به ورأس مال جيم بكل بمقدار الجاري اللي هو له عند الشركة طريقة ثالثة ومعالجة محاسبية ثالثة للإحتياط العام والأرباح المحتجزة هنعرف أن عشان أستخدم الإحتياط العام والأرباح المحتجزة عشان أزود بها رأس المال هنعرف أن لازم الأول نقسمها على كل الشرقاء اللي موجودين في الشركة واللي أسسوا معنا الشركة بحسب نسب توزيع الأرباح والخسائر أو بحسب نسب توزيع رؤوس الأموال كما سيذكر التمرين اللي هيتحكم فيه في جزئية توزيع الإحتياط العام والأرباح المرحلة ليست أهواء الشخصية ولكن ما ينص عليه في التمرين فلو قال لي بنسب توزيع أرباح وخسائر هنروح نقسم الاحتياطي بنسب توزيع أرباح وخسائر زي ما احنا قلنا في التمرين اللي كنا شغالين عليه كنا قيلين بالتساوي يبا إذن هجيب مبلغ الاحتياط العام وأقسمه على عدد الشرقاء طب لو كمت دهالي نسب مثلا 2-3-5 سبق وذكرناها في بداية حلقتنا وقلنا أننا بجمع النسب واجه أستخدم الاحتياط العام فهقول الاحتياط العام الأولاني في 2-5 وارجع أستخدم كمان الاحتياط العام مع الثاني الاحتياط العام في 3-10 آسف والأخير الاحتياط العام أضربه في 5-10 عشان أجيب الجزء ومجموع الأجزاء ووصل في النهاية إلى الكيد بتاعي من حساب الاحتياط العام إلى حساب رأس مال ألف وبيه وجيم على أنه بيتوزع على كل الشرقاء بنفس الطريقة وبنفس الإسلوب اللي هيستخدم فيها كتاب الوزارة المعالجة المحاسبية لاستخدام الاحتياط العام في زيادة رأس المال هيستخدم حاجة اسمها الأرباح المحتجزة وده مبلغ هيتم توزيعه على كل الشرقاء أيضا اللي أسسوا الشركة وهيتم إكفالها مع حساب رأس المال فهنقول من حساب الأرباح المحتجزة إلى حساب رأس المال تلاحظوا حضراتكم أن كل الحسابات اللي أنا استخدمتها في زيادة رأس المال غالبيتها بيكون دائم زي الكارد طب لو شريك عنده كارد هقول من حساب كارد ألف إلى حساب رأس مال ألف طب لو كان كارد جيم من حساب كارد جيم إلى حساب رأس مال جيم كمان عندي الأرباح عادة التأدير هنقول من حساب أرباح عادة التأدير إلى حساب رأس مال الشرقاء تلاحظوا حضراتكم أن الأرباح دائمة والقرد بيظهر دائن لأنه بيظهر مع الخصوم في الميزانية العمومية كمان جاري الشرقاء دائن بيظهر في حساب جاري الشرقاء في الطرف الدائن كمان الاحتياط العام بيظهر دائن في الميزانية العمومية هو والأرباح المحتجزة إذن كل طرق زيادة رأس المال في أصلها بتكون دائنة فعشان كده عند إقفالها تجعل مدينة عشان أي حساب مقفل وحساب وسيط بيظهر مرة دائن يبقى عند إقفاله يظهر مدين ولو كان مدين عند إكفاله يظهر دائن بعد كده هنشوف أدمائي وبناتي على النقيد تماما من طرق زيادة رأس المال هنروح لجزئية تانية اسمها تخفيض رأس المال وهنعرف أن تخفيض رأس المال بيتم إمتى لما حضرتك عندك الشركة بتاعتك وهتلاحظ أن الشركة اللي حضرتك شغال فيها بتتعرض لمجموعة من المشاكل أو مجموعة من الخسائر المتفالية والمتركمة عليها أو احتمال تاني ممكن يصدف مع حضرتك أن رأس المال اللي الشركة بتستخدمه هي شايفة أن هو أكبر من حجم نشاطها يعني هبقى أن الشركة دي رأس مالها 150 ألف وهي شايفة أن النشاط بتاعها يمشي بـ 100 ألف فالـ 50 ألف دول يعتبروا زي دا عن حاجة رأس المال طيب أو الحالة الثالثة اللي أنا هقول لحضرتك عليها عشان أطرح سؤالي الحالة الثالثة لو افترضنا أن الشركة دي عليها أرصدت حسابات جرية مدينة للعملاء ومش قادرة تسددهم هيكون تصرف الشركة دي إيه؟ عايز حضرتك تجاوبينه في لحظات برافو عليكم زي ما قلته حد من أبناء الطلبة يعجبني طريق التفكيره لأنه مشاهد ممتع وممتاز وبيركز كويس جدا فيما يقال أثناء الحلقة احنا قلنا أننا عندي حالتين لتعديل رأس المال أخذنا باستفاضة طريقة الزيادة يبقى على النقيد تماما بيكون تخفيض رأس المال طيب سؤال يطرح نفسه على أزهاننا وعلى أزهانكم أبناء الطلبة والطالبات المتابعين معنا نقول لكم إزاي بيتم طرق تخفيض رأس المال زي ما خدنا طرق زيادة رأس المال هناخد منها الطريقة الأولى وهي طريقة عفوا وهي طريقة إن الشريك هياخد هنردله مقدار الزيادة عن طريق الخزنة أو عن طريق البنك فهلأ إن الخزنة أو البنك المشتركين معايا في حالة الزيادة وفي حالة النقص طيب حالة تانية لو الشرقاء عليهم أرصيدة مدينة يعني لو الشريك أرصيد مدين فهنبدأ نستخدم أرصيدة الحسابات الجارية المدينة في تخفيض رأس المال أحد أبناء الطلبة يقول لي طيب إذا كنت هناك باستخدم الأرباح المرحلة طيب أنا هنا ممكن أستخدم حاجة اسمها الخسائر المرحلة أقول له جميل فعلا الخسائر المرحلة ودي المفروض لما بتيجي تظهر بتظهر كبندي من بنود الميزانية بتظهر مع الأصول طيب إيه كمان بنستخدم في الزيادة طرق طريقة أرباح أعادة التأدير هنا هنستخدم خسائر أعادة التأدير أيا كانت الطريقة التي ستستخدم في تخفيض رأس مال الشركة هنلاقي إن كتاب الوزارة بيعالجها بشيء من التفصيل من خلال التمارين الموجودة والتي تتدرج كما سبق وقلنا من السهولة إلى الصعوبة ومن البسيط إلى المركب هنلاقي الكتاب بيعمل معالجة محاسبية لجزئية التخفيض عن طريق جعل رأس المال مدين والطريقة التي استخدمت في التخفيض دائن ولأول مرة منذ دخول والتحاق حضرتك بالمدرسة السنوية التجارية تسمع إن مصطلح رأس المال دائن مدين كنا دايما نقول رأس المال دائن رأس المال دائما دائن لكن بمجرد أن يطرق تعديل على تخفيض رأس المال يبقى رأس المال هيخفض هيبقى هنا آخذ وبالتالي رأس المال لازم يظهر في الطرف المدين من القيد وبالتالي لو أنا هخفض رأس مال الشريك الأول عن طريق الخزينة فهقول من حساب رأس مال الشريك الأول إلى حساب الخزينة إذا كان الشريك الثاني هيتم تخفيض رأس ماله عن طريق استخدام الجاري المدين أو الحسابات الجارية المدينة فهقول من حساب رأس مال الشريك الثاني إلى حساب جاري الشريك الثاني طيب الشريك الثالث هنستخدم مع إيه؟ الشريك الثالث لو هياخد مبلغه عن طريق الخزينة هنعمل كده عن طريق الخزين طيب لو له مبلغ جاري مدين هنعمل له جاري مدين طيب لو ملوش خلاص هينتظر لو فيه خسائر مرحلة هيتم توزيعها على كافة الشرقاء بالتساوي أو بحسب نسب توزيع الأرباح والخسائر وبالتالي هيتم عمل معالجة محاسبية كما بالضبط لها هنقول من حساب رأس مال الشرقاء الأول والثاني والثالث إلى حساب الخسائر المرحلة طيب لو استخدمنا خسائر أعادة التأدير مش هتختلف المعالجة المحاسبية كثيرا لأن احنا قلنا فكرة المعالجة المحاسبية طريقة التخفيض تجعل دائنة ورأس مال الشريك يجعل في الطرف المدين أبنائي وبناتي بعد ما عرفنا مع بعض تعديل رأس المال وعرفنا أن تعديل رأس المال هيتم بالزيادة وبالتخفيض عايز حضراتكم ولأن احنا قلنا أن مكرر مادة المحاسبة مكرر مهم جدا ومرتبط ارتباط وصيق بوسوق العمل فأنا عايز حضراتكم تابعونا على قناة مصر التعليمية زي ما ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة قناة مصر التعليمية منتديات قطاع التعليم الفني كمان عايز حضراتكم تتابعوني بإذن الله تعالى من خلال قناة التعليم التقناة التعليم الفني على اليوتيوب وكمان حضراتكم تقدروا تتابعونا على محرك البحث جوجل أن أنت تكتب فيه محرك البحث هتكتب كلمة فني إيديوكيشا أبناء الطالبة والطالبات بعد معرفنا إزاي هيتم المتابعة وهتتبعونا من خلال الكنوات الشرعية اللي موجودة لنا عشان نقدر نعمل حلقات إسرائية معكم هيتنقل بنا المنهج للباب السابع عفوا للباب السابع وهو جزئية انضمام شريك وانفصال شريك وهنعرف من خلاله يعني إيه انضمام هنعرف أن الانضمام يعني أن أنا بدخل شريك جديد للشركة بتاعتي اللي سبق أن أنا كونتها ودفعت لها رأس مال وبالتالي يستوجب على هذا الشريك أن هو عشان ينضم حاجة من الاتنين يئما أن الشريك ده هيشتري حصة من الشرقاء الكدامى يئما أن الشريك ده هيكون بسداد حصة في رأس المال هنلاقي أن كتاب الوزارة بيشتغل معنا من خلال تمارينه وبيركز كويس جدا على جزئية أن قيام الشريك المتضامن بسداد حصته في رأس المال وهنعرف أن الشريك المتضامن عشان ينضم للشركة بيتم أعداد حساب اسمه حساب أرباح وخسائر أعادة التأدير وده بيكون عن طريق انتداب خبير بيقوم بتأدير قيام الأصول والخصوم لأنه احنا قلنا أن شركات التضامن شركات بتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبدلة بين الشرقاء وبالتالي عشان يكون في ثقة احنا هنجيب خبير هذا الخبير هيعيد تقدير الأصول والخصوم وبالتالي طالما الخبير ده هيجي يعيد تقدير الأصول والخصوم بتاعتي فمتوقع أن فيه أصل من الأصول كيمته تزيد ومتوقع أن فيه أصل من الأصول كيمته تنقص كمان على النقيد تماما هيتوقع أن فيه التزام عندي هيزيد وممكن فيه التزام عندي هينقص هيقوم الخبير المقدر لهذه القيم الأصول والخصوم بفتح حساب يسمى حساب أرباح وخسائر أعادة التأدير تعالوا بينا نشوف شكل حساب أرباح وخسائر أعادة التأدير هيكون إزاي؟ هنلاقي أن حساب أرباح وخسائر أعادة التأدير بيتكون في الجانب المدين من نقص الأصول وزيادة في الخصوم أعادة التأدير نقص أصول وزيادة خصوم الجانب الدائن بيتكون على زيادة في الأصول ونقص في الخصوم تعالوا نفترض مع بعض كده أن أنا كان عندي سيارات و أنا حاطت قيمة السيارات دي بـ 50 ألف جنيه في الميزانية بتاعتي يعني قيمتها الدفترية 50 ألف جنيه لما جه الخبير اللي هيقدر قيمة هذا الأصل قال أنه قيمته أنا قلت حطه في الميزانية بـ 50 ألف هو قال أنه بـ 40 ألف يبقى قيمة الأصل كانت بـ 50 النهاردة لما جي قيمها الخبير قال أنها بـ 40 ألف يبقى قيمته زادت ولا نقصة؟ مرافو عليك ونقصة نقص أي أصل من الأصول هيظهر في حساب أعادة التقدير في الجانب المدين على النقيد تماما زيادة قيمة الأصل أنا عندي مبنى والمبنى ده أنا حاطت قيمته بـ 100 ألف جنيه فجي الخبير قال لا ده قيمة المبنى ده 150 ألف جنيه يبقى حصل عندي هنا زيادة في قيمة الأصول أي زيادة في الأصل يجعل طرف دائن في حساب أعادة التقدير لأنه ربح ربح ليه؟ لأن أنا كنت مقايل أن الأصل يسوى 100 ألف فلما جي الخبير قال لا بـ 150 يبقى الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المقدرة تعتبر ربح طيب لو أحد الخبراء اللي بيقدر قال لي أن أنا عندي مبلغ من الديون ده أحد الدائنون أو كمبيالة من الكمبيالات اللي تعتبر أوراق دفع المستحقة على المنشأة ثبت أنها لم تثبت بالدفاتر يعني أنا اشتريت حاجة بالأجل وما دفعتش قيمتها وما سجلتها في الدفاتر فلما جيه يعمل أعادة التقدير بتاعته اكتشف هذا الخطأ واكتشف أن الخطأ ده لازم يسجل بالدفاتر وبالتالي هيثبت هذا الدين الجديد اللي هو زيادة في قيمة الالتزامات أو الخصوم في أعادة التقدير في الجانب المدين لأنه زيادة في قيمة الالتزامات وبالتالي تعتبر خسارة على الشرك طيب كمان هيروح للجانب الدائن وعلى النقيد تماما هنلاقي أن أحد الدائنون أو أحد الأشخاص اللي أنا مدين لهم بفلوس تنزل عن دين معين حضرتك عليك خمس تلاف جنيه روح تتسددهم صاحب المحل قال لحضرتك أنت هتسددهم أربعة وأنا بيتنزل لك عن ألف وبالتالي المكسب هيزر في حساب أعادة التقدير في الجانب الدائن هنعرف كويس جدا أن من خلال إعداد حساب أعادة التقدير ومن خلال التمارين اللي كتاب المجرسة هيعرضها علينا وعليكم بإذن الله تعالى خلال الفصل الدراسي التاني هنعرف أن حساب أعادة التقدير هيتم توزيع نتيجته من ربح أو خسارة على الشرقاء الكدامى فقط ما لهمش علاقة بالشريك المنضم وعايز أحد أبناء الطلبة بيسألني سؤال وهقول له أنا هأجل السؤال دي أتين وهجاوب حضرتك عليه ليه أصلا إيه هي أسباب الانضمام أو ليه أصلا أنا عملت الانضمام هنقوله بعد ما نوصل لجزئية نعرف إيه هو بعد تحسيب أعادة التقدير وترصيده وقسمته على الشرقاء الكدامى فالشريك المنضم لا يظهر إطلاقا في حساب أعادة التقدير ولا يظهر إطلاقا في حساب رأس المال طب علاقة الشريك المنضم إيه بالشركة؟ احنا قلنا إن الشريك المنضم ده هيدفع حسطة في مقف رأس المال طب طالما الشريك المنضم ده هيدفع حسطة في رأس المال يبقى إذا ممكن يدفعها نأدا ممكن يدفعها بشيك ممكن يدفعها عن طريق أصول عينية زي إيه؟ زي عقار ألات أساس سيارات كل ده متاح كل بنود الميزانية في جانب الأصول متاحة إن الشريك المتضامن يقدم لجزء منها كحصة في رأس المال لانضمامه للشرك فهتجعل ما يقدمه الشريك طرف مدين ورأس مال الشريك المنضم طرف دائم بالضبط زي طريقة الزيادة وبرافو عليكو زي طريقة تكوين الشركة وملوش علاقة خالص بالحسابين الأولانين طيب أحد أبناء الطلبة بيهتف في أسني يقول لي يا مستر أنت حضرتك قلت لنا هناخد ضم شريك والشريك بتاعي والشركة بتاعتي بدأت تكسب إيه اللي يخليني أنا أرضى أن أنا جيب شريك أدخله معايا يكتسم معايا الأرباح ياخد معايا مرزقتي الرزق اللي جايلي أو المكسب اللي جايلي أنا أسمح له لي يدخل معايا في هذه الشركة أقول لي حضرتك إن كتاب الوزارة بيعرض من خلال صفحاته أسباب مكنعة بتقنح حضرتك إزاي أن أنا هسمح لشخص يدخل الشركة معايا عشان يقسمني في أرباحي أولا الشركة بتاعتنا محتاجة لأموال إضافية وإحنا كشركاء قدامة ما معناش الفلوس الكافية إن إحنا نقدر نزود رأس المال أو إحنا عملنا قبل كده زيادة رأس المال ورأس المال ده ما كفاش بالطرق الخمسة اللي إحنا عارفناها النهاردة إحنا عايزين فلوس جديدة أو أموال جديدة إضافية وإحنا ما معناش في هذه الحالة هنضطر إن إحنا نجيب الشريك المنضم عشان يقدم لحسطة في رأس المال سبب تاني من الأسباب اللي هيعرضها معايا كتاب الوزارة وهيقول لي كمان إن من أسباب الانضمام إن الشريك المنضم ده شريك من ضمن الشركاء اللي عنده خبرة فنية أو إدارية مش موجودة عندنا إحنا كشركاء قدامة فعشان نستفاد من خبراته الفنية والإدارية فإحنا هنضمه للشركة كمان الشريك المتضامن ده عنده براءة اختراع أو علامة تجارية أو شهرة محل أو حق امتياز فأنا عشان أقدر أستغل لشهرة المحل أو براءة الاختراع أو العلامة التجارية هقدر أضم لي سبب رابع من الأسباب المقنعة اللي هيعرضها كتاب الوزارة في جزئية الانضمام هو إن الشريك ده منافس قوي جداً بينافسني في نفس مجالي فعشان أقضي على هذه المنافسة فهضطر إن أنا أكون بضم هذا الشريك عرفنا ليه أسباب الانضمام؟ طيب على النقيد تماماً من انضمام شريك هنلاقي عندنا الدرس الثاني في مقرر المنهج وهو بيتكلم عن انفصال شريك زي ما هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة انفصال شريك هنعرف إن انفصال شريك بيتم بنفس الآلية وبنفس الوتيرة اللي حصل بيها ضم شريك هيتم انتداب خبير وهيتم إعداد حساب أرباح وخسائر إعادة التأدير وهتقسم بقى نتيجة أرباح وخسائر إعادة التأدير على مين يا شباب على الشرقاء كلهم بما فيهم الشريك المنفصل مش على القدامة فقط وتوزع على حساب رأس المال وهنلاقي إن الشريك المنفصل هيظهر في حساب رأس المال يعني في حالة الانضمام الشريك المنضم ما بيظهرش في إعادة التأدير ما بيظهرش في رأس المال هو كل علاقته بالميزانية في جانب الأصول بالحاجة اللي قدمها وفي رأس المال مع حقوق الملكية في الجانب الخصوم وحقوق الملكية في الميزانية العمومية أما في حالة الانفصال هنلاقي أن الشريك المنفصل بيظهر في حساب أعادة التأدير لأنه كان موجود في الشركة قبل ما نعمل أعادة التأدير وبالتالي من حقه أنه يقتصم معايا ناتج أعادة التأدير سواء كان ربح هياخد جزء من الربح وإذا كان خسارة هيتحمل جزء من هذه الخسارة هنعرف كمان أن الشريك المنفصل لما بجى كون حساب رأس المال لجميع الشركة لأن هذا الشريك المنفصل بنعمل حساب مش منفصل داخل حساب رأس المال أنا بظهر كل ما لش مال الشريك في الطرف الدائن لحساب رأس المال وكل ما على الشريك في الطرف المدين وكل ما على الشريك اللي هو مسحوباته فائدة مسحوباته حسابه الجاري المدين أرصدت الحسابات الجارية المدينة وفائدتها لو على الشريك أي مبالغ مستحقة عفوا هنعرف أن الجانب الدائن بيشمل كل مال الشريك زي رأس ماله رصيد رأس ماله فايدة رأس ماله لو كان الشريك له قرد عند الشركة ولقاء فايدة قرد المستحقة هياخد جزء فايدة القرد المستحقة لو كان بيدير الشركة ولو مرتب هياخد المرتب المستحق بتاعه بعد كده برصة حساب رأس المال لجميع الشركاء بما فيهم الشريك مين؟ برافو عليكم بما فيهم الشريك المنفصل عشان أقدر أوصل بين مربع كبير كده حاجة اسمها حقوق الشريك المنفصل وهنعرف أن حقوق الشريك المنفصل هي حقوق ممكن يبقى الشريك المنفصل ليه وممكن يبقى عليه فلو كان الجانب المدين مجموعة الحقوق اللي على الشريك المنفصل أكثر من مجموعة الالتزامات اللي عليه هنعرف أن هنا الشريك هيكون له فلوس وبالتالي الشركاء يستوجب عليهم أن هم يردوا للشريك المنفصل حصته في رأس المال حقه يسحبه وفي بعض الأحيان بيتم ربها كاملة عن طريق الخزينة فبنقول من حساب رأس المال الشريك المنفصل إلى حساب الخزينة أو إلى حساب البنك وفي بعض الأحيان ما تفضل بعض الشركات أنها تدي للشريك المنفصل تمنحه جزء من القرد ويفضل قرد في زمة الشركة أبنائي وبناتي الوقت بيدهمنا وباقي لحظات أخيرة هنستعرف فيها الموضوع الأخير اللي بيدور حوله مدهج مدد المحاسبة في الفصل الدراسي الثاني وهو حاجة اسمها تصفية الشركة وعايزين نعرف مع بعض بسرعة كده في عجالة من خلال نظرتنا على الشاشة يعني إيه المقصود بالتصفية هنعرف أن التصفية هي عبارة عن بيع جميع أصول الشركة واستخدامها في سداد ما على الشركة من التزامات ثم تقسيم المتبقي على الشركاء طبع عشان تتم ليه التصفية بتتم قلنا التصفية بتتم زيها زي أسباب الانفصال انتهاء الغرض من الشركة هجرت الشريك أو وفاته أو انسحابه أو نظام الثقة بين الشركاء أو انتهاء العقد إذا كانت الشركة غير محددة المدة والشركاء ما بيقوموش بتجديد العقد هنعرف كمان أن أنا عندي نوعين للتصفية التصفية دي تصفية يا إما تصفية سريعة يا إما تصفية تدريجية وهنعرف كويس أوي أن التصفية السريعة هي اللي بيقوم بيها المصفي وهنعرف أن المصفي ده يا إما بتتم التصفية ودية من قبل الشركاء يا إما التصفية دي بتتم عن طريق الإيه يا إما بتتم عن طريق المحكمة فهنعرف لو كانت تصفية عن طريق المحكمة فبيتم تعيين المصفي وبيسمى السنديك وعشان يقدر يقوم بعملية التصفية بكفاءة وفاعلية هيقوم بفتح ثلاث حسابات الحساب الأول اسمه حساب التصفية والحساب الثاني هو اسمه حساب البنك والحساب الثالث هو حساب اسمه حساب رأس المال اللي من خلالها هنعرف أن المصفي ده لازم يقوم ببيع أصول وممتلكات الشركة لو باعها بطريقة سريعة هتبقى اسمها التصفية السريعة ودي اللي هتكون موضوع دراستنا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى أبنائي وبناتي طلبت وطالبات الصف الثاني الثاني والتجاري الحلقة عدت بسرعة نظرا لمشاركتكم الفعالة معنا ونظرا لوقتنا الطيب والمسمر عايز أقول لكم ما تنسوش تتابعونا وتقدروا تشوفوا الحلقة دي إن شاء الله تعالى والحلقات السابقة وكمان الحلقات اللي جاية من خلال كناة مصر التعليمية ومن خلال كناة مصر التعليم الفني عبر اليوتيوب وكمان تقدروا تبحثوا عننا على الإنترنت على منتديات قطاع التعليم الفني وكمان عبر محرك البحث جوجل فني إيديوكيشن أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته